موسكو وطهران حليفة الأسد الذي جعل لهما موطئ قدم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ما زالا يسعيان لتحقيق مصالحهما حتى ولو كانت على حساب الشعب السوري قبل أيام اعتبر السفير الروسي في دمشق أليكسندر ييفيموف أن مسألة تقديم روسيا أموالا للنظام ليست سهلة للغاية لأن روسيا اليوم نفسها تحت تأثير العقوبات وتعاني من ركود اقتصادي بسبب جائحة كورونا أمر جعل إيران تنتهز الفرصة فيما يبدو لتعلن على لسان رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي عن بدء تشغيل خط الملاحة البحرية مع النظام كاشفي حدد موعد وصول الشحنة الأولى عبر خط بندر عباس اللاذقية للملاحة البحرية في العاشر من شهر آذار المقبل مؤكدا أن صادرات بلاده إلى سوريا ستصل مرة واحدة كل شهر وإذا لزم الأمر سيتم تحويل الخط الملاحي إلى خطين أي مرة كل نصف شهر بحسب ما نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية الخط الملاحي مع النظام يبدو مع توقيت الإعلان عنه أنه يحمل رسائل خاصة لروسيا التي رفضت مد يد العون للنظام اقتصاديا يؤكد ذلك أن الخط الملاحي لم يكن الخطوة الأولى لطهران في هذا الاتجاه فقد سبقها زيارة وفد اقتصادي إيراني لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام بالعموم الإعلان الإيراني عن خط ملاحي مع النظام يعتبر تحديا للعقوبات الأمريكية الأوروبية على إيران والنظام فكيف سوف توصل طهران بضائعها إلى السواحل السورية؟ وهل ستلجأ إلى التحايل على تلك العقوبات؟